السلام عليكم اليوم رح نتعلم كيف قياس ضغط المائع إذن نربط الدرس الماضي أخذنا كيف نقيس الضغط الجوي باستخدام تجربة تورشيلي اللي هو البروميتر الزيق بقي اليوم ننتعلم كيف نقيس ضغط المائع وعشان نقيس ضغط المائع سواء غازات أو ثوائل لأنه قلنا المائع يشمل الثوائل والغازات اليوم بدنا نتعلم كيف نقيس ضغط الموائع حتى نقيس ضغط المائع بدنا جهاز اسمه المانوميتر أيوة المانوميتر هو عبارة عن جهاز على شكل حرف يو زي ما أنتوا شايفين جهاز على شكل حرف يو هذا الجهاز بالعادة بنغلقه من جهة وبنفتحه من الجهة الأخرى هنا لو جربنا في عندي هنا سائل زيباق ما شو ما يكون لو جربنا نفتح الطرفين معرضين لنفس الضغط الجوي فبالتالي رح يتساوى ارتفاع السائل هون وارتفاع السائل هون الآن في عندي بهذا الدرس الهدف منه اليوم أعلمكم كيف تحسب وضغط الغازات أيوة بدنا نحسب ضغط الغازات ولأنه الموضوع بده جهد لخصتلكم إياهم بثلاث حالات أنا اليوم بدي أجي أجيب زي جرة غاز أو أسطوانة فيها غاز وثبتها بالطرف الأول لجهاز المانوميتر واتك المانوميتر من الطرف الثاني مفتوح ففي عندي ثلاث حالات ممكن ينشأوا عندي عملتلكم يوم على شكل جدول بطريقة مرتبة أجمل لكم من طريقة الكتاب الحال الأولى لما حطيت الغاز وشفت شو صار بسائل المانوميتر كان الارتفاع عندي هنا يساوي الارتفاع هون يعني طلعوا كيف الارتفاع هون وقف لهون وهون لهون بهذه الحالة بيكون ضغط الغاز هو نفسه الضغط الجوي طيب الحالة الثانية لو جبت غاز ثاني اسمه بي أيوة شو صار بسائل المانوميتر ارتفع هون ارتفع على اليمين أيوة بما أنه ارتفع على اليمين على الجهة الأخرى فبدأ أطبق القانون فبصير ضغط الغاز هايو بي للغاز شو بيساوي بي نوت شو بي نوت حكينا هي الضغط الجوي زائد رو في اتش في جي الكثافة في الارتفاع في جي طيب أي ارتفاع بدي أعوض أيوة خلينا أوقف عندها النقطة اتش هو ارتفاع الأباجي هنا ما بهمني بشوف قديش ارتفع في الطرف الثاني ها هي اتش إذن لما أحط استوانة ويرتفع سائل المانوميتر في الجهة الثانية لفوق هذا بدي أطبق العلاقة بي نوت بيكون زائد إذن لما يرتفع يبقى زائد طيب لو حطينا استوانة جاز زي هون في الحالة سي أيوة طلعوا هاي السائل وين ارتفع وين ارتفع سائل المانوميتر ارتفع هون مش هون ارتفع هون زي ما انتم شايفين يعني صار جهة الاسطوانة أعلى ارتفاع السائل المانوميتر بهاي الحالة بدي أعوض القاعدة نفسها ولكن بدل زائد ايش هتصير ناقص وكمان مرة اتش اتش الارتفاع أي ارتفاع باخد بنيجي بنمسك هاي هيك وبشوف قديش ارتفع هون السائل فحتكون هاي المسافة هي الاتش هنا حكينا بنيجي بنمسك هاي على نفس المستوى وبشوف قديش ارتفع السائل هون على الطرف الثاني اتش يعني ثلاث حالات حجيب لك اما بتساوى هون عند الطرفين الارتفاع بيكون ضغط الغاز هو نفسه الضغط الجوي او هون في المانوميتر حيرتفع السائل بالطرف الثاني حتنطبق العلاقة بي نوت زائد او حينخفض هون وين حيرتفع حيرتفع باتجاه الاسطواني بهاي الحالة حتكون ايش العلاقة بي نوت ناقص رو في اتش في جي شو الهدف من هذا كله انه نحسب ضغط الغازات ضغط ايه ضغط الغاز بي وضغط الغاز سي تمام تمام طيب نروح نطبق على هذا الكلام يعني بس قبل ما روح نطبق اهم ايش عينك تضرب وين عينك تضرب وين عماله برتفع سائل المانوميتر بالجهة المقابلة ولا بجهة مين بجهة الاسطواني اذا ارتفع بالجهة المقابلة بيكون بالقانون زائد اما اذا ارتفع بجهة الاسطواني بيكون القانون ايش ماله ناقص تمام الان نروح نطبق على هذا الكلام ونشوف سؤال ونحله وفي عندي هذا المثال بناء على المانوميتر الموضح في الشكل الذي استخدمه لقياض ضغط غاز محصور طلعوا كيف الشكل في عندي هاي الاسطواني حط الاسطواني هون على الطرف هات تمام هون الاسطواني موجودة وهاي حط هون عندي سائل المانوميتر شو بنلاحظ انه السائل لوين ارتفع بالجهة المقابلة ولا بجهة الاسطواني لا بجهة الاسطواني شايفين كيف ارتفع هون بجهة الاسطواني فهاي اي حالة ايه ولا الحالة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة لا هاي الحالة الثالثة لما السائل اش ماله يرتفع باتجاه الاسطواني فهي الحالة رقم ثلاث تمام بس اكدنا من هشال طيب الان بما ان الحالة الثالثة فباجي بدي اشتغل على القانون اللي عندي بي تساوي بي نوت اه الحالة الثالثة ناقص ولا زائد لا ناقص رو في اتش في جي بس فباجي بحكي بي تساوي قديش بي نوت الضغط الجوي هاي ومعطيني ايا بالسؤال هاي وعلما انه ضغط الجوي واحد ضرب عشرة قوة خمسة بحطه بقوس ناقص رو الكفافة قديش الكفافة ثبتعش فاصل ستة بارب عشرة قوة ثلاث نيجي لأتش الارتفاع قديش الارتفاع هاي الارتفاع قلنا احنا هاي هذا هيك بقيس من عندها قديش ارتفع من هون لهون قديش المسافة مش معطيني اياها صريحة ولكن قيل لك هاي جيب لك مصطرة عالطرف جيب لك مصطرة قيل لك من هون لهون واحد وستين ومن هون لهون مية واربعة وثمانين كيف بنقدر نطلع المسافة هاي اتش بس اطرحه مية واربعة وثمانين من واحد وستين عجنب الما بيعرف اطرح عجنب هاي مية واربعة وثمانين ناقص واحد وستين طلعهم اسهلها اربعة ناقص واحد ثلاث تماني ناقص ستة اثنين واحد ناقص صفر بتضلها ايش واحد فقديش طلعت المسافة طلعت مية وثلاثة وعشرين فإذا اتش مية وثلاثة وعشرين بس الوحدة ايش يا جماعة الخير ملي متر حتى حول من ملي متر لمتر لازم أقسم على ألف هاي أغلاط الطلاب هو أنا بيجوا بعضه هيك بنسوا يقسموا على ألف في طريقة تانية إذا في ناس ما بتحب القسمة بنقدر نضرب المية وثلاثة وعشرين بعشرة قوة سالب ثلاث شو يعني عشرة قوة سالب ثلاث زي كإني قسمتها على الألف تمام إلا عن ضرب خلصنا اتش ضل عندي ايش جي اللي هي عشرة كمان مرة بدي أرجع عيد القانون بي يساوي بي نوت الضغط الجوي هاي وطنية بالسؤال هاي بي نوت ناقص ليش ناقص لأنه السائل ارتفع جهة المانومتر لو أنه كان السائل هون ارتفع هتكون هاي بالقانون ايش زاد تمام رول كثافة معطيني اياها اتش الارتفاع هاي الارتفاع هذا هو اللي هو هاي شايفينه اللي هو هاي المسافة هاي المسافة كيف طلع 184 ناقص 61 تطلع 123 طبعا تقسيم ألف بدل ما عمل تقسيم ألف بيزبط أضرب بعشرة قوة سالب ثلاث هي نفسها ضرب جي اللي هي قديش عشرة هلأ باجي بكمل باجي بحكي بي تساوي بخلي هاي الواحد ضرب عشرة قوة خمسة ناقص الآن طلعوا محلها عشرة قوة ثلاث مع عشرة قوة سالب ثلاث نجمع الأسس صح في حالة الضرب ثلاث زائد سالب ثلاث هيروحوا مع بعض خلص بوضعوا بعض عشرة قوة موجب ثلاث وعشرة قوة سالب ثلاث بوضعوا بعض بل عندي 13.6 بمية وثلاثة وعشرين بعشرة كيف بعملها؟ اللي أسهل عليكم تحكوا 13.6 ضربوها بعشرة بنحرك الفاصل يعني منزل لليمين حتصير مية وستة وثلاثين ضرب قديش؟ مية وثلاثة وعشرين حالو الآن خلينا أكملهم هون الآن بي تساوي واحد ضرب عشرة قوة خمسة نمسح هاي بس نزبطها الآن صارت معاي واحد ضرب عشرة قوة خمسة ناقص الآن بدي أجري عملية الضرب على هدول بشكل سريع عشان ما نضيع على حالنا وقت بدي أعمل 136 ضرب 123 هتطلع 16728 16000 و خلينا أتأكد كمان مرة من الرقم اللي طلعته شاء الورقة بعيدة 728 تمام الآن آه كيف بدي أطرحها دول تعالي نكملها هون هون أرتب بي تساوي واحد ضرب عشرة قوة خمسة ناقص بدي أكتب هاي بالصورة الألمية كيف بنكتبها بنكتب واحد فاصلة ستة فرضا بنكتب واحد فاصلة ستة وبشو بنجي بنعمل بنعد أنا حركتها واحد اثنين ثلاث اربع منازل ايو اربع منازل يعني حتصير عشرة قوة اربعة اذا كتبت هذا الرقم بالصورة العلمية كيف لازم الصورة العلمية تكون فاصلة بعد اول رقم بعد الواحد هون تمام ف كم منزلة حركت الفاصلة هاي منزلة منزلتين ثلاث اربعة فحطيت عشرة قوة اربعة طيب ما بصير لسه أطرح هدول ليش لأن الأسس هاي غير متشابهة طيب يا أستاذ لو بدي أخلي هاي الواحد ضرب عشرة قوة خمسة بدي أحول هاي لعشرة قوة اربعة شو أعمل يعني خلوا هاي بدل واحد خلواها عشرة هاي بتصير ضرب عشرة قوة اربعة أخدت واحد من الأس ما هو شو يعني واحد من الأس يعني عشرة وضربته بالواحد أطاني عشرة ضرب عشرة قوة اربعة ناقص وين بوين سيكس في عشرة قوة اربعة أيوة الآن بنفع أجي أطرح الخطوة الأخيرة هتكون عندي الضغط بساوي عشرة بعد أطرح الرقم من الرقم عشرة ناقص واحد فاصل ستة هايطلع ثمانية تقريبا فاصلة أربعة تقريبا ضرب عشرة قوة اربعة هدول بنزلوا زي مهمة وشو الوحدة وحدة الضغط باسكال هذا هو الإجابة النهائية التقريبية ولكن بده كانت شوية آلة حاسبة ولكن في حال ما بدكم تستخدموا آلة حاسبة وما كانت داخل معكم هيك حلتلكم هيها بدون آلة حاسبة تمام ممتاز جدا أستاذي الآن بعد ما انتهى هذا الدرس هيك انتهت كل أمثلة الدرس بيضل علينا إيش نروح نحل أسئلة الدرس يا جماعة الخير إن شاء الله فيه كمان جزء ثالث هو لحل أسئلة الدرس خليكم تابعوه خليكم مستنيين وللتذكير يا جماعة الخير اللي لسه بيسألني عن بطاقة مادة الفيزياء كيف نحصل عليها بطاقة مادة الفيزياء من خلال الواتساب فقط من خلال هذا الرقم 0799 734033 ابعت له مسج عبر الواتساب وبوصل لك بطاقة الفيزياء لأي مكان كنت فيه في الأردن استنوني بالجزء الثالث من درس قياس الضغط في حل أسئلة الدرس وبشوفكم إن شاء الله الحصة الجاي وديروا بالكم على حالكم ألقاكم بإذن الله اشتركوا في القناة